عقب يوم دام من المواجهات العنيفة التي أطلقت فيها إسرائيل عملية عسكرية كبيرة ضد البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف الاستيطان الإسرائيلي الذي وصفه بغير القانوني في الأراضي الفلسطينية جوتيريش قال أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إن كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام مشيرا إلى أن كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف الأمين العام للمنظمة الأممية ندد باقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة نابلس وشدد على أن العنف هو طريق مسدود لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضا من جانب الجميع على حد قوله من جهته حذر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من أن الأراضي الفلسطينية على شفير انفجار هائل بسبب سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تتولى السلطة منذ كانون الأول ديسمبر الماضي مشددا على التحرك قبل فقدان مصداقية للمنظمة الأممية وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد الأثنين الماضي ولأول مرة منذ ست سنوات بالمسوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ما أثار غضب إسرائيل وقال مجلس الأمن في بيان الصادر عن رئاسته ووافق عليه العضاء بالإجماع إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر